النهاردة أيضا الرئيس قائد السعيد عمل جولة وزيارة لفضيلة الإمام شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب وأيضا راحل عاصمة الإدرية الجديدة في زيارة الكاتدرائية كاتدرائية في العاصمة الإدرية الجديدة زيارته لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وهي أيضا زيارة مهمة للغاية الرئيس قائد السعيد من يوم ما جاء لحد النهاردة زيارات ولقاءات واستقبال كبير يليق بهذه الزيارة وحفاوة كبيرة من الشعب المصري بالرئيس قائد السعيد وبأشقاءنا في تونس تم الاتفاق بين الرئيس قائد السعيد وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب على تشكيل لجنة علمية لخدمة الثقافة الإسلامية لقاء مهم جدا لأجراه النهاردة الرئيس قائد السعيد مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب الرئيس قائد السعيد أكد على أنه لقاء مع فضيلة الإمام هي لحظة تاريخية وامتداد العلاقات العريقة مع الأزهر بين تونس والأزهر الشريف فضيلة الإمام يتكلم على زيارة الرئيس التونسي للأزهر امتداد للتاريخ الطويل والعريق من العلاقات بين الأزهر وتونس الشقيقة كلم أيضا خلال هذا الاستقبال فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب رحب طبعا باسم الأزهر والعلماء بالرئيس التونسي في رحاب الأزهر الشريف وأكد فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب اللي بنقول له كل سنة وفضيلتك بألف خير وأن الأزهر وعلمائه وطلابه يسعدون اليوم بزيارة الرئيس قيس سعيد الذي حل ضيفا عزيزا على مصر والأزهر أكد أن تونس الشقيقة لها مكانة خاصة في قلب كل مصري وأن جولات الرئيس التونسي في شوارع القاهرة تعكس متانة العلاقات المصرية التونسية والتي هي امتداد لتاريخ طويل من العلاقات المتينة التي جمعت البلدين الشقيقين ومن يقرأ التاريخ سيجد ترابطا متين بين الشعبين المصري والتونسي منذ قرون عديدة أكد فضيلة الإمام أن علاقة التونسيين بمصر علاقة تاريخية قديمة بدأت من تحويل عاصمة الفاطمين من المهدية إلى القاهرة ووفد طلاب وعلماء تونس إلى الأزهر وأصبحوا جزءا من نسيجه طلابا وأساتذة منذ قديم الزمن وفي مقدمتهم في فلسوف الاجتماع التونسي ابن خلدون الذي اعتلى كرسي التدريس في الجامع الأزهر وتولى قضاء المالكية بمصر والشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر والشاعر الشعبي الكبير بيرم التونسي وغيرهم من من كانت لهم جهود علمية أسهمت في خدمة الثقافة الإسلامية أشار فضيلة الإمام إلى أن الثقافة الإسلامية راسخة في تونس منذ قديم الزمن أبدى الإمام الأكبر استعداد الأزهر لتشكيل لجنة علمية مشتركة لخدمة الثقافة الإسلامية وتعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين جامعتين الأزهر والزيتونة بما يناسب عراقة وتاريخ هتين الجامعتين إضافة إلى تخصيص المنح الدراسية لطلاب تونس وتدريب الأئمة في إطار برنامج أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ الذي يستقبل الأئمة من مختلف قرات العالم لتدريبهم على نشر الفكر المعتدل ومكافحة الفكر المتطرف وحماية أمن واستقرار الدول أهدى أيضاً فضيلة الإمام لرئيس قيس سعيد نسخة من وسيقة الأخوة الإنسانية وكتاب زاكرة الأزهر الشريف إذن زيارة مهمة أيضاً قام بها الرئيس قيس سعيد النهاردة إلى الأزهر الشريف أيضاً قام بزيارة صباح هذا اليوم إلى كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة وكان في استقبالية القصة تدرس رياض المسؤول عن الكاتدرائية تفقد رئيس قيس سعيد كاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة وتعرف على معالمها الرئيسية وقدم القصة تدرس هدية إذكارية باسم قداسة البابا تدرس الثاني عبارة عن أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر وطبعاً قدام حضراتكم ويعد الرئيس قيس سعيد الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر أول رئيس عربي يزور كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة يزور الكاتدرائية وبالتالي العاصمة الإدارية الجديدة إذن زيارة مطولة وزيارة مهمة وزيارة مرحب بها من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن كل الشعب المصري في وحفاوة كبيرة يلقاها الرئيس قيس سعيد طوال أيام تواجده ضيفاً عزيزاً على بلدنا وهذه الزيارة أيضاً في الشوارع مصر على مدى الأيام الماضية واحتفالات وأيضاً استقبال كبير وترحاب كبير من الشعب المصري بهذه الزيارة والحفاوة بالرئيس قيس سعيد وهذه الزيارة زيارة بلحكوا بتعكس العلاقة الممتدة بين مصر وتونس الشقيقة لها صدى كبير داخلياً وخارجياً صدى في العالمين العرب والإسلامي صدى بين الأوساط السياسية المختلفة والمثقفين في مصر والعالم العربي طبعاً وسائل إعلام الدولية تتحدث عن هذه الزيارة والصر الأدام حضراتكم اللي موجودة في خان الخليل والعز وتؤكد على حفاوة شارع المعز استقبال وحفاوة الاستقبال بالرئيس قيس سعيد السردي واخد الإعلام العربي والدولي مهتم جداً بهذه الزيارة ومهتم كمان بحفاوة استقبال الشعب المصري بالرئيس قيس سعيد وأيضاً تنقله من مكان إلى مكان في العاصمة المصرية القاهرة في عدد من المناطق والمناطق التاريخية والأسرية أيضاً وهو المساجد ومسجد الإمام الحسين أيضاً وطبعاً يصطحبه الدكتور خالد العناني وزير السياح والأسار ورئيس البعثة الرسمية أو بعثة شرف المرافقة للرئيس قيس سعيد خلال زيارته لمصر زيارته أيضاً للمسجد الحسين وطبعاً كانت زيارة أيضاً مبارح واليوم يتم يختتم الرئيس قيس سعيد النهاردة الاحتفالية التي تقام في دار الأبرى المصرية كما ذكرت لنا بالأمس وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم الزيارة سيكون لها أيضاً تأثير كبير لأن هناك أيضاً التنسيق الكبير بين مصر وتونس في كل القضايا كافة القضايا في أيضاً سواء سد السيوبيا أو قضايا الأخرى الخاصة بالعلاقات الممتدة بين البلدين واللي هيكون كما أطلق الرئيس عفتاح السيسي على عام 2021-2022 هو عام الثقافة المصرية التونسية ويتم التجهيز لهذا العام ويكون هناك أيضاً ترتبات ما بين البلدين إقامة احتفالات ندوات تبادل زيارات مختلفة في هذا المجال هو عام الثقافة بين البلدين وإطلالة كبيرة ومهمة من جانب الرئيس قيس السعيد على مصر بهذه الزيارة المهمة التي استمرت سلاسة أيام بهذه الحفاوة من جانب الشعب المصري والمحب لتونس وتونس المحبة لمصر وكل التحية لأشقانة في تونس الخضراء